الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد كل عام وأنتم بخير نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام والليالي زيادة قرب لله تعالى لنا جميعا وأن يعجل لنا فيها بالفرج وبعد اخترت أن تكون سلسلة الدروس لهذا العام عنوانها فكر وروح هذه السلسلة من الدروس الرمضانية يتناول كل درس منها في جزئه الأول حديثا عن التفكير والتعقل وقواعد التفكير السليم وأخطاء التفكير وتتناول السلسلة في جزئها الثاني من كل درس مادة روحية فيها رقائق ومواعظ وهذا هو الدرس الأول في هذه السلسلة وعنوانه التفكير في الإسلام نحن كلنا نعلم أيها الإخوة أن الصوم صوم رمضان في الإسلام فرض وأن صلاة الظهري فرض وأن صلاة ركعتين السنة القبلية سنة وأن زيادة مرة رابعة في الوضوء مكروه وأن شرب الخمر حرام وأن شرب الماء في الأوقات عامة مباح لكن ما حكم التفكير بالإسلام أن الواحد يشغل عقله أن يفكر قبل أن يتكلم أن يفكر قبل أن يعمل أن يفكر قبل أن يسافر أن يفكر قبل أن يصاحب أن يفكر قبل أن يشارك أن يفكر قبل أن يدخل في اختصاص جامعي معين ما حكم التفكير ما أخبار التفكير في الإسلام هذا الدرس عنوانه التفكير في الإسلام أيها الإخوة العقل والتفكير معول عليهما في هذا الدين في أمر العقيدة وفي أمر التكليف فلا يصح إكراه أحد على عقيدة لأن في الإكراه حجرا على العقل ومنعا للتفكير لما واحد يكره واحد على شيء حاصره هدده أنذره بأن يتلف روحه بالتالي حجر تفكيره من أجل هذا لا تصح عقيدة إذا حجر على التفكير لا إكراها في الدين هذا من جهة من جهة أخرى كل إنسان لا يستطيع أن يفكر ولا يملك عقلا يسقط عنه التكليف يسقط التكليف عن المجنون لأنه فاقد لآلة الفهم عن الله تعالى في خطابه التكليفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كل شيء بالإكراه الله بيسامحك فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ في رواية حتى يفيق يعني إذا كان هالمرض العقلي ممكن أن يتعافى منه وهو مريض عقليا وهو لا يستطيع أن يفكر الإسلام أصلا لا يكلفه بشيء لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بزكاة الإسلام يعول كثيرا على العقل ويعول كثيرا على التفكير ولا يذكر القرآن العقل إلا في مقام التكريم وفي مقام الدعوة إلى إعماله في التفكير والتدبر والاعتبار والتذكر والنظر والبصر وسائر هذه الملكات العقلية قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ الإسلام يحضن أنه تفكر يا جماعة الأعمى ما بالسوء مع البصير من سلك طريق الهداية على بينة لا يستوي مع من سلك طريق الضلال على عماء أفلا تتفكرون؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين هذا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتفكر هؤلاء أهل قريش؟ ليس مجنونا ما هو إلا نذير مبين الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بركب يفهم هؤلاء العباد نحن نردد عليهم الآيات ونكرر عليهم الدلائل الواضحات على وحدانية الله لعلهم يفهمون رسالتنا وأوامرنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته من أجل أن تنظروا في عواقب الأمور فاعتبروا يا أولي الأبصار إنما يتذكر أولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو شغلنا عقولنا ما دخلنا نار جهنم أما وإنهم لم يتفكروا ولم يتذكروا ولم يعتبروا ولم يعملوا عقولهم دخلوا إلى النار ذلك لأن العقل السليم يتوافق مئة بالمئة مع الشريعة فالقرآن الكريم أيها الإخوة يأمر المسلم بإعمال عقله في التفكير ليدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضضاد ويتبصر ويتدبر فيصيب في الاعتقاد والقول والفعل المسلم الذي يصلي ولا يتفكر أو الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر أو الذي يتكلم من دون أن يتبصر أو الذي يعمل ولا يتفطن مقصر في حق نفسه وفي حق دينه هلأ يلي ما بصلي مقصر في حق نفسه وفي حق دينه ويلي ما بصوم مقصر في حق نفسه وفي حق دينه ويلي ما بفكر مقصر في حق نفسه وفي حق دينه الآن إليكم هذه القصة من السيرة النبوية جاء في كتب السيرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ونبذي المجوسية حمله إليه العلاء ابن الحضرمي وكان المنذر ابن ساوى أمير البحرين رشيدا موفقا فرحب بالدعوة وانشرح صدره لقبولها كان مما قاله العلاء في ترغيبه وإبراز محاسن الإسلام له ألا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة مع الصحابي العلاء ابن الحضرمي وأرسله إلى ملك قال له هذا الصحابي للملك قال أيها الملك إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة إن هذه المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب ينكحون ما يستحيا منه ويأكلون ما يتنزه عن أكله ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة ولست بعديم عقل ولا رأي فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه ولمن لا يخون ألا نأمنه ولمن لا يخلف ألا نثق به هذا هو النبي الأمي والله لا يستطيع الآن اسمعوا هذه الكلمة لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به الآن أنتوا يا أخوان استقرؤوا كل مواد الشريعة العقل السليم يقول لا بد أن تفعلوا هذه الأمور بروا الوالدين كل عاقل بالدنيا بيئلك بر الوالدين أمر حسن لكن أتباعوا الأهواء والشهوات بيئلك يا أخي بر الوالدين في تقييد حق أبوك بدور العجزة وانطلق في هذه الحياة اتباع الشهوات الإنفاق على الأولاد كل عاقل عقلا صحيحا بيئلك لا بد أن أنفق على أولادي الصغار حتى يكبروا لكن الذين يتبعون الشهوات بيئلك أنا ما معقول أن أسر وشان هالأولاد الصغار تركون بدبروا حالهم كل عاقل بالدنيا يقول لك إن الزواج شيء كريم اليوم القارة العجوز أو ربا كلها تدعو وتحث أبناءها على الزواج لأنهم رأوا من دون زواج ستموت القارة وستندثر هذه الدول العقل يقول لابد أن يتزوج والعقل يقول لابد أن تبر والديك والعقل يقول لابد أن تنفق على أولادك والعقل يقول لابد أن يساعد القوي فينا الضعيف والعقل يقول لابد أن يعين الغني فينا الفقير هذه الأزمة الاقتصادية التي تطيح بالعالم خبراء الاقتصاد يقولون واحد من الحلول إعادة توزيع الثروة يأخذ أموال من الأغنياء فتعطى للفقراء هكذا أوصلهم عقلهم الخمر حرمها الشرع العقلاء في الدنيا لا يشربون الخمر لو لم يكونوا مسلمين ولا مؤمنين كلها أضرار كلها آفات كلها أذى كلها سرقات كلها اعتداءات كلها تشمعات في الكبير العقلاء في الدنيا لا يشربون المخدرات بس عندما يتبع المرء هواه يمضي باتجاه المخدرات السرقة حرمتها الشريعة وهكذا أيها الإخوة كل أمر أمرت به الشريعة العقل يقول العقل السليم يقول ليته أمر بهذا والشريعة أمرت به كل أمر نهت عنه الشريعة العقل السليم يقول لابد أن ينهى عنه بعد أن سمع المنذر هذا الكلام أسلام وعرض على قومه الإسلام فمنهم من أعجبه فدخل فيه ومنهم من كرهه وبقي على مجوسيته الحاصل أيها الإخوة إن إعمال العقل والتفكير مطلوب في شؤون الدنيا والآخرة تريد أن تسافر تفكر في إيجابيات وسلبيات السفر وإيجابيات وسلبيات البقاء في البلد ثم أعمل بما هو أكثر خيرا من الأمرين تريد أن تطلق تفكر في إيجابيات وسلبيات الطلاق وإيجابيات وسلبيات الإبقاء على الزواج ثم اعمل بما كثر خيره من الأمرين تريد أن تبيع دارك؟ تفكر في إيجابيات وسلبيات بيع الدار وفي إيجابيات وسلبيات إبقاء الدار ثم اعمل بما كثر خيره تريد أن تتكلم بكلمة؟ تفكر في إيجابياتها وسلبياتها ثم قلها إن كان خيرها أكبر أو احبسها في جوفك إن كان شرها أكبر وهكذا يدعوك الدين إلى إعمال العقل والتفكير بل إن الإسلام يندبك أيها المسلم إلى أن تصل لمرحلة الرشد والحكمة التي هي الصواب في القول والفعل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب هذه هي الفقرة الأولى من درس اليوم في التفكير وكان عنوانها التفكير في الإسلام الآن إليكم مادة الروح والرقائق ترجم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء للسيدة معاذة بنت عبد الله أم الصهباء العدوية فقال السيدة العالمة أم الصهباء البصرية العدوية العابدة زوجة السيد القدوة صلة بن أشيام بلغنا أنها كانت تحيي الليلة عبادة وتقولوا عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور الآن نحن أيها الإخوة بالإسلام ما بيرضى الإسلام أن نقوم ولا ننام بس الإسلام يدعونا إلى أن ننشد هممنا خاصة في أيام المواسم نصيحة يا شباب نصيحة يا رجال الآن في رمضان لا تكثر من النوم بكرة بعد رمضان بتنام لا تكثر من الكلام بعد رمضان بتحكي لا تكثر من الطعام بعد رمضان تأكل وتشرب كثيرا خذ قصتك البسيط من هذه الأمور لكن اجتهد في أن تقبل على الله عز وجل إقبالا شديدا قال لما استشهد زوجها صلة وابنها في بعض الحروب اجتمع النساء عندها فقالت مرحبا بكنا إن كنتنا جئتنا للهناء وإن كنتنا جئتنا لغير ذلك فارجعنا وكانت تقول والله ما أحب البقاء في الدنيا إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني وبين زوجي وابني في الجنة والله ما أحب البقاء في الدنيا إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل يعني بالأعمال الصالحات قال لعله يجمع بيني وبين زوجي وابني في الجنة يا أخوان من بلغ أربعين سنة أو خمسين قل لي بربك أتذكر تقم عرسك وهو أجمل تقم أنت اشتريته بحياتك نسيته وأظنك أعطيته لغيرك الآن ليفيد منه وزهدت فيه أتذكر عشاء عرسك نسيته وهو أفضل عشاء أعد لك وهكذا سائر شؤون الحياة الدنيا نحن لسنا نستفيد من بقائنا في هذه الدنيا بعد الإيمان إلا بشيء واحد العمل الصالح لذلك ما استطعتم أيها الإخوة أن نجتهد وأن تجتهدوا في الأعمال الصالحات فإن رمضان فرصة والأبواب مفتوحة والشياطين مردتها مصفضة ومناد ينادي في السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين